اشتركوا في القناة هذه الحرائق أدت إلى خسارة ألفين هكتار من الغابات كذلك ألف وتسعمائة وتلاتة وربعين هكتار من الأدغال كذلك تلتالاف وخمسمائة هكتار من الحشائش اليابيسة كذلك بالنسبة للناخيل تم تسجيل أكثر من ألفين وسبعمائة نخلة محروقة وتم يعني إنقاذ ألفين وربعمائة وثمانين نخلة بالنسبة لمحاصيل الزراعية وين تم تسجيل احتراق ألفين وتسعمائة هكتار من القرح وكذلك 4794 هكتار من الشاعر فيما يخص يعني الأشجار المثمرة وين تم تسجيل احتراق أكثر من 49 ألف شجرة مثمرة تم تسجيل أكثر من 39 حريق غابة وأدغال أدت إلى 1375 هكتار محروقة كذلك تم تسجيل يعني عشر حريق تاع أحزيمة التب بيعني إجمالي خسائر 10 590 حزمة كذلك 12 حريق تاع الأشجار المثمرة الخسائر كانت 9 625 شجرة محروقة هناك 37 رت المتنقل لمكافحة حريق الغابات يعني المتواجد على مستوى مختلف الولايات التي فيها مناطق غابية وكذلك إلى جانب الوحدات التدخلية تعمى صالح الحماية المدنية وإلى ضيف إلى ذلك هناك يعني تسخير وسائل الوحدة الجوية تعل حماية المدنية ولا لاحظتم في الأيام الماضية وإن كان يعني تدخلها فعال في إخماد بعض الحريق سواء كانت على مستوى كان الأمس على مستوى ولاية الجزائر بغابة باينام كذلك بولايات البويرة وكذلك ولاية تيزيوزو أحد الساعة بقاثناشن حريق غابة غابة وأدغال راو مشتاعل المصالح الحماية المدنية تقوم بعملية الإخماد لدينا حريقين على مستوى ولاية المدية كذلك بجاية حريقين ولاية تشلف كذلك لدينا حريقين ولاية تيبازات لدينا ثلث حرائق ولاية سطيفو باتنا وتيسمسيت لدينا في كل ولاية حريق العامل الكبير نقدره هو الإنسان لماذا يعني هناك في بعض الأحيان نقدر نقولها دخلة يعني في اللاموبالات اللاموبالات للإهمال أرمي النفايات أرمي الزجاج مثلا في بعض المتنزهين وين يقوموا في مثلا نقول إحنا يديرون بيكنيك يقوموا بطرق المخلفات هذه كلها يعني بطريقة نقدر نقول لك لا إرادية يتسبوا في اندلاع يعني حرائق الغابات وكذلك يعني عوامل طبيعية نقدر نقول لك مثلا ارتفاع في درجة الحرارة ارتفاع كبير في درجة الحرارة كذلك نسبة الرطوباري كبيرة هذه عوامل يعني تساعد يعني تساعد في انتشار حرائق الغابات